طيب كلنا بالتأكيد كنا بنتابع مباراة الهلال مع سانداونز واللي انتهت بالتعادل اللي جابي بهدف لكل فريق ولكن قبل المباراة دي كانت فيه مباراة مهمة جدا بالأمس وطبعا جاية في توقيت صعبة جدا لان انت خسرت في مباراة جنوب إفريقيا كنتيجة وكأداء وكان فيه غضب جماهيري مقبول بالتأكيد من جماهيري النادي الأهل ان نتيجة مباراة سانداونز كانت غير متوقعة بنسبة كبيرة في ظل انت بتنافس على التأهل ومش عايز تقرر نفس الأخطاء اللي حصلت في 2019 ولكن خلاص المباراة انتهت وأحداثها انتهت ويدر الفريق يخرج من هذه الأجواء وقدى مباراة بالأمس اه فريق القطن الكاميروني طبعا مش بالمستوى الفني الكبير ولكن كان مهم جدا تطلع بنتيجة كبيرة وتعمل سكور كبير ليه بقى نتيجة وسكور كبير؟ الفوزب على القطن الكاميروني بربعية أو حتى سلسية أو خماسية كان مهم جدا ليه؟ عشان النتيجة اللي طلعت النهاردة في مباراة الهلال وسانداونز انت مش محتاج تكسب الهلال بسكور 2-0 و3-0 والأرقام اللي كانت ممكن تبقى مقبولة أو هنتكلم عليها في الجولة الأخيرة لو كان النهاردة الهلال زي ما شفنا نتيجة التعادل أو لو كان خلص نتيجة التعادل الإيجابي أو تعادل سلبي فكان مفروض بنسبة كبيرة جدا انك تكسب القطن بسكور عشان لما تجي تلعب الهلال مش محتاج تكسب غير 1-0 بس هتقول لي ما الليحة بتقول المواجهات المباشرة؟ اه صحيح المواجهات المباشرة ولكن في المواجهات المباشرة انت لما تكسب 1-0 والهلال كسبك في السودان 1-0 هيبقى فيه تساوي فنروح بعد كده لقاعدة الأهداف الأهل أحرص 11 هدف ودخل مرمى 8 أهداف فموجب 3 النهاردة الهلال بعد التعادل الإيجابي مع ساندونز أحرص 6 وعليه 3 فموجب 3 فبالتالي فيه فرق الأهداف فيه تساوي مع الوضع في الاعتبار الأهل ما يكسب الهلال 1-0 هيبقى الهلال ساعتها ليه 6 أو ليه 4 فهيبقى موجب 2 ففرق الأهداف في صالح الأهل يعني بعد التساوي في عدد النقاط إن شاء الله الأهل ما يكسبوا 10 نقاط هيتساوي في عدد النقاط 10 وهيتساوي مثلا بعد كده ممكن في فرق الأهداف ده موجب 3 والتاني ساعتها ممكن يبقى موجب 2 فالأهل ساعتها هيتأهل طيب نفترض مثلا نفترض لو حتى فيه تساوي الأهل جاب أصلا عدد أهداف أكتر 11 الهلال جاب 6 فانت في جمع الأحوال فرق الأهداف هيبقى في صالحك وعدد الأهداف المحرزة اللي انت أحرصتها هتبقى في صالحك فبالتالي أنت المباراة الأخيرة مش عايز منها غير حاجة واحدة بس تكسب 1-0 طب لو قدر الله لو الهلال جاب جون يبقى أنت ساعتها محتاج تكسب 3-1 3-1 لأن ساعتها الهدف اللي أحرزه أو اللي هيحرزه مثلا قدر الله الهلال في القاهرة يبقى الهدف بهدفين فانت هناك قصران 1-0 لو الهلال جاب هدف في القاهرة يبقى أنت محتاج تكسب 3-1 لكن 1-0 تتأهل بنسبة مليون في المية إلى الدور التالي ساعتها بقى أنت 10 نقاط ولللل 10 نقاط وتتأهل أنت بفارق الأهداف نتيجة طبعا التساوي في النقاط وفي المواجهات المباشرة لذلك الفوز على القطن كان مهم جدا عشان تقدل كافة الأهداف أنت رايح مطش القطن الكاميروني موجة يعني جايب 7 أهداف وعليك 8 أهداف فانت سالب واحد فكان مهم جدا تزود حاصلة الأهداف وده اللي حصل وده اللي اشتغل عليه الجهاز الفني وده اللي اشتغلت عليه اللعيبة في مباراة القطن الكاميروني الفكرة مش في السلاس نقاط بطل القطن طبيعي تكسب القطن طبيعي تاخد التلات نقاط من القطن الكاميروني شايفين طبعا الفرق في المستوى الفني بين الأهل وصندانز والهلال مع القطن الكاميروني فكل الفرق كسبت في جروة فكان الطبيعي لك أنك تكسب في جروة ولو عايز تنافس تكسب في جروة فكسبت بس كان المهم أن يكون عندك عملية حسابية عشان تعرف الجولة الأخيرة أنت مستني فيها إيه عشان كده جلس كوري كبير أربع أهداف مقابل للشيء وقد ممكن نتيجة تزيد عن كده ولكن الربعية دي أتاحت للأهل فرصة أن في الجولة الأخيرة مش محتاج غير حاجة واحدة بس يكسب الهلال واحد سف يتأهل إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا موعد المباراة خلال 48 ساعة سيتحدد بشكل رسمي اليوم والتوقيت والزمن الساعة اللي هتتلاعب فيها مباراة الأهلي والهلال السوداني هل ممكن مباراة ساندونز والقطن الكاميروني تتلاعب في توقيت واحد؟ في الزل ممكن البعض يقولك ما هو الهلال بينافس مثلا على الصدارة فالمفروض تتلاعب المباراتين في توقيت واحد مع الوظف الاعتبار أن المباراتين هيتلاعبوا في شهر رمضان ده يتحدد خلال 24 ساعة يوم الاتنين بحد أقصى هيكون معانا كل المعلومات الخاصة بتعيين أو تحديد الموعيد الخاصة بهذه المباراة ملعب المباراة اللي بنسبة كبيرة طبعا هيكون استاد القاهرة الدولي بعد ما انتهت أمم إفريقيا للشباب كمان توقيت المباراة 31 مارس أو 1 إبريل الساعة اللي هتتلاعب فيها توقيت المباراة طبعا بالنسبة كبيرة هتتلاعب حوالي الساعة العاشرة أو التاسعة مساءً بإذن الله بتوقيت القاهرة مع الوظف الاعتبار ما ماتش جنوب إفريقيا أعتقد ممكن يتلاعب في توقيت واحد وساندونز يواجه القطن أيضا مساءً في نفس التوقيت الماتش من مصلحته أن يتلاعب واحد إبريل لأن فريق المنتخب منتخب مصر عنده مباراة في ملاوي يوم 28 مارس هيرجع القاهرة فجري يوم 29 مارس صعب جداً أنك تدي راحة للعيبة يوم 29 وتتمرن 30 وتلعب 31 صعباً يعني وارد بنسبة كبيرة أن الماتش يكون 1 إبريل وده بس هيتحدد خلال الـ 48 ساعة اللي جاية وزيما أنتم متعودين مننا هنجيب لكم كل التفاصيل المتعلقة بموعد ومكان وتوقيت إقامة هذه المباراة في الجولة الحاسمة والفاصلة من الجولة الستة وخلال أعتقد كمال على نهاية الأسبوع هيكون تحدد طاقم التحكيم اللي هيدير هذه المباراة في الجولة الأخيرة والحاجة التالتة أو الحاجة الأولى والأهم ننتظر يا رب بإذن الله يكون في حضور جماهيري كبير جداً في استاد القاهرة الدولي مع أنك بتلعب في استاد القاهرة فكرة الخمس تلاف والعشر تلاف أعتقدة تبقى صعبة جداً الأهلي حالياً هو الممثل الوحيد لمصر في دوري أبطال إفريقيا أعظم وأهم بطولة إفريقية بعد خروج الزمالك الأهلي هو الممثل الوحيد للقرى المصرية في دوري أبطال إفريقيا فأنا تمنى بإذن الله يكون فيه تعاون من كل الجهات المسؤولة وأنا واثق تمام الثقة أن كل الجهات المعنية هتساعد بنسبة كبيرة في توفير كل الأجواء لفريق النازل آهلي في مباراة الهلال السودان لأنها مباراة تحديد مصير